بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر دكتور عبدالله حمدوك تحية ثورة ديسمبر المظافرة نحن الموقعون على هذه الوثيقة التاريخية مجموعة منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمثقفون نرفع لسيادتكم في هذا الوقت الدقيق من مسيرة ثورتنا المنتصرة بإذن الله والمحتوشة بالأعداء والطامعين في الداخل والخارج نرفع لكم قضية من أهم قضايا هذا الوطن الجريح ألا وهي قضية مستقبل التعليم في بلادنا لعلك يا سيادة رئيس الوزراء تتفق معنا في أن النظام المباد قد نجح في تدمير التعليم في بلادنا حتى أوصلنا إلى نهاية نفق الفشل التام اتدنى مستوى جامعاتنا بصورة ملحوظة ودارت الشكوك حول شهاداتها في العالم ولم يعد الخريج السوداني قادرا على المنافسة في سوق العمل العالمي وانقطع التبادل العلمي مع جامعات العالم المحترمة وفشي الفساد في التعليم حيث كان كثير من طلاب الجامعات يمنحون الدرجات دون أن يجلسوا للمتحان بحجة أنهم كانوا يياهدون في حرب الجنوب وتوالت فضائح بيع الدرجات العلمية العليا للطلاب العرب من بعض الجامعات وانهارت سمعة التعليم السوداني الذي كان مضرب الأمثال في دول الإقليم لقد غير النظام البائد السلم التعليمي فقلص عدد سنوات التعليم الأساسي وألغى المرحلة المتوسطة وصف معاهد تدريب المعلمين وحولها لجامعات دون أي أسس علمية وعبث بمناهج التعليم ووظفها لنشر عيديوليات الأخوان المسلمين وأثقل كاهل التلاميذ بمقررات كثيفة لا تناسب أعمارهم ولا تعلمهم شيئا بل تسعى لأن تغسل عقولهم وتعبئها بالهوس والكرهية كل ذلك على حساب التحصيل الأكاديمي والتفوق العهمي وظهرت نتائج ذلك المنهج الفاشل في نتائج الشهادة السودانية المتدمية وفي انتشار الأمية وضعف القدرة على الكتابة والقراءة وسط تلاميذ مرحلة الأساس لقد استبشرنا خيرا بحكومتنا الموقرة حكومة الثورة وعلقنا عليها آمالا عراضا ونحن نعلم صعوبة التغيير وسط دمار شامل استمر ثلاثين عاما وكان أكبر همنا أن نرد ما علينا من دين لأبنائنا الأبطال وشهدائنا الأماجد بصنع وطن حر ينعم فيه الشعب بحياة كريمة ويحظى فيه أطفاله بتعليم حقيقي ولقد وفقت قوى الحرية والتغيير حين رشحت عالما فذا هو بروفيسور محمد الأمين التوم كوزير للتربية والتعليم فيسعى بخبرته العالمية وهمته الوطنية فأحدث من التغيير على طريق الإصلاح وفق خطة شاملة ورؤية واضحة في عام واحد ما يعجز غيره أن يحدثه في سنوات فانزعجت فلول النظام البائد وغيرهم من أصحاب الأجندات الشخصية وهم يرون رجلا يحمل المعول ليهدم جهالاتهم ويبني مكانها الإصلاح فبدأوا بالتآمر عليه وضر ثورتنا في مقتل من خلال إخاف عجلة التغيير وإصلاح التعليم إن المسئولية الوطنية والمستقبل الأجيال القادمة تقتضي منكم ومن قوانا السياسية عدم إخضاع وزارة التربية والتعليم للمحاصصات الحزبية وإنما للكفاءة والمعرفة والخبرة والرؤية والبصيرة وفي ذلك المضمار يأتي البروفيسور محمد الأمين التوم صدرا ورأسا وعلما مفردا كما أن الوفاء للثورة وسوار يقتضي من سياداتكم الإصرار على التمسك بالبروفيسور التوم في وزارة التربية والتعليم والدفاع المستميط عنه في وجه المعترضين خصوصا وبين أيديكم إنجازه الماثل نحن نعلم أن من يقف خلف إبعاد البروفيسور هم أعداء التغيير الأيدوليجيين والمستثمرين في حقل التعليم وأصحاب المصالح الاقتصادية وبالذات في مجال طباعة الكتب إن حكومتنا هذه هي حكومة هذه الثورة العظيمة وهي يجب أن تثبت أقدامها على أرض الثورة الصلطة وتسند ظهرها على حائط شبابها الجسور وأن تقف بقوة في وجه أعدائها الذين يتخفون بألف خناع ويتحدثون بألف لسان وبناء على ما سبق فإننا نطالب سيادتكم بالآتي واحد بعد أكثر من شهرين دون تسمية وزير متفق لهذه الوزارة شديدة الأهمية للثورة نطالب أن تتم تسمية البروفيسور محمد الأمين التوم وزيرا لوزارة التربية والتعليم بقرار منكم وإطلاق يده في تكوين المجلس الاستشاري لوزارته وتعيين من يثق في علمه وخبرته اتنين إجازة القوانين التي وضعتها اللجان المختصة بإشراف البروفيسور لإصلاح التعليم وهي قانون التعليم العام لسنة 2020 وقانون التعليم الخاص لسنة 2020 وقانون المركز القومي للمناهج والتدريب والتوجيه والبحوث التربوية لسنة 2020 ميلادية وكل هذه القوانين حسب علمنا قد وصلت إلى مكتبكم ثلاثة الإسراء بتفكيك التمكين في وزارة التربية والتعليم فإنها كانت ولا زالت من أكبر معاقل فلول النظام السابق الذين ما زالوا يقاومون التغيير ويزعون إلى إفشاله بأي وسيلة دون أي رعاية لمصلحة الوطن هذا ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير الموقعون 1- تجمع القوى المدنية محمد خطاب عضوا مفوضا 2- لجنة المعلمين السودانيين سامي الباكر 3- لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ياسين حسن عبد الكريم الرئيس 4- لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم ولاية الخرطوم أمل سليمان الرئيس 5- كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أبو هرير عبد الرحمن أحمد عضوا مفوضا 6- مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية دكتور الباغر العفيف مدير المركز 7- مركز الأستاذ محمود محمد طاها الثقافي أسماء محمود محمد طاها مديرة المركز 8- مشروع الفكرة الديمقراطي شمس الدين ضوال بيت مؤسس ومدير المشروع 9- مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم البروفيسور منتصر الطيب 10- معهد السودان للفكرة الديمقراطي الصادق علي حسن المحامي مدير المعهد 11- المنظمة السودانية للبحث والتنمية سورت دكتور عائشة خليل الكارب مديرة المنظمة 12- مركز الألق للخدمات الصحفية مذيح عبدالله مديرة مركز المعلومات 13- الجمعية الوطنية للمرأة السودانية نسوة أميمة أمين المرضي المدير التنفيذي 14- مركز عبدالمجيد إمام الاستقافة والدراسات الإنسانية عبد الرحمن يوسف محمد خير رئيس المكتب التنفيذي 15- المركز الإخليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني عبدالمدعال جورشاب مدير المركز 16- مركز الفنار للاستشارات السلوكية والتنفسية دكتور عبدالباصل ميرغني المدير 17- مركز الخرطوم للاطلاع والفنون أحمد عبدالله 18- جمعية عصماء للتنمية سوسم حسن الشوية المديرة 19- منظمة لا إفلات من الإلقاب عثمان علي جامع المدير التنفيذي 20- صحيفة الديمقراطي الحاج والراكسي دحمد رئيس مجلس الإدارة 21- جمعية البيئيين زاهر موسى عكاشة مفوضا 22- جماعة الفيلم السوداني سليمان محمد سليمان المدير 23- مركز سيماء للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل فيصل محمد إبراهيم 24- منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة فاطمة مصطفى أحمد سمهن مديرة المنظمة 25- الجمعية الوطنية لتقدم جامعة الخرطوم جعفر أحمد علي 26- متعاونات الخيرية سامي الهاشمي 27- تجمع الثوار المستقلين تثق لسان الدين الخطيب 28- منتدى شروق الثقافي القضارف محمد عبدالله البدوي الرئيس 29- تجمع الدراميين السودانيين محمود حسن فكاك رئيس اللجنة التنفيذية أفراد موقعون 1- دكتور أحمد محيسي عميد كلية الوصائط المتعددة والدراسات الإبداعية جامعة جاردين سيتي 2- دكتور الشفية خضر كاتب وسياسي 3- دكتور صديق مبدة أستاذ جامعي 4- دكتور عمر القرائي باحث 5- بروفيسور معاوية حامد شداد أستاذ جامعي 6- دكتور كمال يوسف علي موسيقي 7- دكتور محمد عبدالسلام عميد كلية الحقوق جامعة الورطوم 8- دكتور سامي عبدالحليم أستاذ جامعي 9- الأستاذ السر السيد محمد مخرج 10- الأستاذ الشفية إبراهيم الضو مخرج 11- أزهري محمد علي شاعر 12- علي نور زهير علي ناشر 13- الطاهرة حمد مجذوب ناشطة حقوقية 14- قصي مجد سليم كاتب ومخرج 15- مامون كرار 16- عادل بابكر مترجم 17- ألياس فتح الرحمن ناشر تشكيلة 18- جليلة خميس كوكو ناشطة في مجال التعليم 19- عمر بابكر حسن معلم 20- سعد التجاني إبراهيم مؤسس ومدير مدارس نيو هورايزون 21- دكتور مصطفى الجيلي أستاذ جامعي وتربعي 18- girين محفة جديد 21- العربة الهوني 24- دontي تصدق الأجليم 25- دقيقين 25- دقيقة 24- دون سليم ترجمة نانسي قنقر